موسيقى السلام عليكم في الفيديو ديالي من شاء الله سوف ندر معاكم تاجين ديال دجاج مخضر بالجزر نبدأه بالمقادير وبالطريقة سنحتاجه للدجاج والكميات تتبقى على حسب الرغبة سنضيف الملحة سكينجبير البزار والخرقوم سنضيف كذلك شوية ديال الثومة أنا هنا سنضيف جد ديال الدروس ديال الثومة سنضيف كذلك معلقة مخلطة بنقصبره معدنوس سنضيف كذلك ضمتي ديال الزفران هذا المكون اختياري الى ما بغيتوهش ما تديروهش وسنشرمر الدجاج مزيان وفي الطعجين سنضيف شوية ديال زيت المائدة شوية ديال زيت الزيتون سنضيف كذلك بصلاة واحدة ونضيف القطع ديال الدجاج سنضيف الشرم اللي بقتليه سنخلطه بشوية ديال المغة شوية ماشي بزر ونجعل الدجاج جالي تشحر ونقلبوه مره مره يعني نقلبوه على الجهاتين ونجعلوه تشحر مزيان من بعد الدجاج ما تشحر سنضيف الجزر أنا قطعته بشكل طولي بشكل هذا كما مبين في الفيديو ومن بعد ما غدي نضيف الكيمية كل هاد الجزر اللي عندي غدي نضيف رشيشة ديال الصربة غنضيف كذلك رشيشة ديال البزر ورشيشة ديال الملحة وغدي نضيف كذلك واحدة الحمضة بصيرة حمضة واحدة أنا قتسبت شكل هذا وغدي نضيف أربع كاس ديال الماء اللي أنا ضفت عليه بعد شعيرات ديال زعفران شعره إلا ما كاش عندكم هذا الموكومين هدا تقطوا تستغنعوا عليه وغدي نخلي الطاجين ديالي يطيب على نار مهيلة مما تنطيفونوش كلمة بزاف غدي نضيف ونطلعو عليه مرة مرة إلا القناة هنقسم الماء ومازال موجدش تنزيدوه الماء شوية بشوية هذا هو الشكل النهائي ديال التجنيد اليوم انتمنى يكون حجبكم شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء